تعالوا مع حضراتكم نروح نشوف اللقاءات اللي أجراها زملائنا بعد هذا اللقاء الأهم هو أننا فزنا بالنقاط الثلاث ولم أشارك منذ البداية لأنني كنت مريضا قبل المباراة بأربعة أيام ولم أكن جاهزا بالقدر الكافي ولكن المدير الفني اختارني لكي أكون موجودا على مقاعد البدلاء وأنت تعلم أن المباريات الافتتاحية دائما تكون قوية ولكن الأهم هو الفوز بالنقاط وسنرى إلى أين سنصل في هذه البطولة نحن سعداء بالحصول على النقاط الثلاث والمباراة كانت صعبة وكنا نعلم أن بورندي سيكون فريق صعب حيث شاهدنا مباريات مسجلة لهم وقبل أن ننزل إلى الملعب أنا وأحمد موسى قال لنا المدير الفني أن دفاع بورندي مرهق بعض الشيء وعلينا أن نجري كثيرا وأن نسدد كرات كثيرة وأن نستغل أي مساحة متاحة لنا ونحن سعداء أننا فعلنا هذا وأنا أقول لك أنه لا يوجد فريق ضعيف في إفريقيا فكل الفرق أصبحت صعبة ونحن نعلم ذلك أما بالنسبة لانتقالي لأي دوري في أوروبا فسننتظر لما بعد نهاية البطولة نعم توقعنا ذلك هذه هي بطولة الأمم الإفريقية والمباريات الافتتاحية دائما صعبة ونحن نعرف كيف يلعب ويدافع فريق بورندي وسعداء بالنقاط الثلاث التي ستساعدنا كثيرا ولكن علينا أن نعمل على خلق فرص تهديفية أكثر في المباريات المقبلة وقال لنا المدير الفني بين الشوطين أن نلعب كرة سهلة وأن نحاول التسديد على المرمى ونحن نتعامل مع كل مباراة كما هي وكيفما كانت وأيما كان شكلها وأن ننتهي منها وننتظر لما يأتي بعدها ولنرى إلى أي مدى سنصل نحن لعبنا أول مباراة لنا في أول تأهل لنا لبطولة الأمم الإفريقية وكانت مباراة صعبة ولكنني أتوجه بالتهنئة للاعبي فريقي لأنهم حاولوا أن يسجلوا إلا أن الفريق النيجيري كان أكثر خبرة منا وسجلوا قبلنا وبعد ذلك حاولنا التسجيل ولم نستطع ولكن الفرصة لا تزال متاحة لنا للتأهل للدول الثاني لو حققنا الفوز في المبارتين المقبلتين وعلينا أن نؤدي بقوة فيما هو قادم أنا فخور جدا بزملاء اليوم حيث أننا خلقنا فرصا للتهديف أمام فريق كبير وأظهرنا معدننا الحقيقي وأنا على ثقة من أن العديد من الفرق تنظر إلينا اليوم باندهاش لأن فريقنا ليس لديه خبرات كبيرة وليس به من يلعب في أوروبا ولكننا أظهرنا أننا فريق جيد ومن الممكن أن نتأهل وكل شيء ممكن فنحن لم نكن نحلم أن نتأهل إلى هذه البطولة ولكننا هنا الآن وسنؤدي بكل قواتنا في المباراة الثانية ونحاول حصد النقاط الثلاث